اشتركوا في القناة 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 لاحمق كيف فده وماينوش اهماعين وبناء عليها سيوع وبناء عليها تعلم بالعلم والمعلم مستطيع ان نبقى الوقت. والنبقى. خلال امجاد الامة من خلال المعنى. وانعلم قرهة لا يمكن ان تتقدم للامن. فسيدي احنا شررنا ووجودا. والجمع منك انه بعد الاجات الاطلال قصير لما تجد بينا شيء. الي شاحسيني ولي اضافة حرومي احنين بان شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. بالرحب بالضيوب الكرام بسعادة دكتور طلال وغزالة معالي دكتور جواد العناني والسيدات والسادة شرفتونا المسارف القيام بقوة بعقيلة النافية. احنا قد نذل تاليخية عن المنطقة المسؤولية واجباتنا بشكل مختصر وسريع حتى نتعرف على قيادة القوة البحرية النافية واجبات النافية. التاسسة القوة البحرية سنة ٩٩١ في مدينة العقبة وكان اسمها آنذاك اسطول الجيش العربي. بعدها بسنة ٥٣ انتقلت الى منطقة كاليا زي ما احنا شادين هي على الشاطق الشمالي الغربي للبحر المي. وبقيت التيادة هناك لغاية سنة ٩٩٦. ٦٨ عادت طبعا القوة البحرية الى العقبة وتم تسميتها خفر السواهر الملكي. لغاية عام ٩٩١ لما تم تزويدنا بالزوارق الثقيرة وتم اتتاحها من قبل جرانة المغفور الملكي حسين رحمة الله عليه. وتم تعديل التسمية لتصبح القوة البحرية الملكية. طبعا مرت خلال السنوات هذه بعدة مفاصل منها بناء القاعدة اللي احنا فيها حاليا. هذه تمت البدع بالمشروعة من ٢٠٣ وانتهى بال ٢٠٠٦. كانت الكلفة تقريبا حوالي ٥٠ مليون دينار. يعني هي من احدث القواعد البحرية في المنطقة. وعندنا رصيف بحرين قادر على اتساع اكبر انواع السفن البحرية. يعني بغاية حامل الطائرات ممكن تستطع عندها هون. في عام ٢٠٩ بالمكرمة الملكية وبرالة ملكية سامي تم تشكيل كتيبة المشار البحرية ٦٧. وهي راح تكون يعني هي المريز لمسلمة آخر. وهي راح تكون ادراع البري لتعزز الأمن في مدينة العقب. من عام ٢١٤ تم التأسيس واستلام معادات للمركز العمليات البحرية. هذا المركز شاكين على سلايد كم الرادارات والكاميرات المتشرة على طول الساحل. اللي مكنتنا من السيطرة التام ١١٠٪ على نيانة الإقليمية في منطقة خليج العقب. من أهم العمليات اللي شاركت فيها الوحدة. بالرغم القوة المحرية الملكية ممكن مقارنة بوعدات قوات المسلحية روحة سفيرة. لكن هي سلاحة بذاته. والحمد لله يعني تمكننا من تنفير القوات المسلحة في عدة محافظ دولية. منها أما المشاركة بقوة الواجه البحرية المشترك ١٥١. هذه القوة المشتركة مركزها القيادة الماخزية في البحرين. تشارك فيها ٣٣٠ دولة حول العالم. نحن برضو تمكنا نكون إلا تواجه ضمن هذه القوة. مشاركنا بعض الفارق التفتيش في منطقة خليج عدن والساحل الصومالي. إضافة إلى مشاركتنا بقوة الواجه في أفغانستان. مصائر كانت تشاركنا من كثيرة الواجه البحرية. واستلمنا السنة الماضية قيادة قوة الواجه ١٥٢. هي قوة واجه البحر المشتركة في الخليج العربي. أهمها في الخليج العربي كانت الأردن. هي قيادة الواجه لمدة سنة كاملة. من ٢٠١١ إلى ٢١١٧. مناطق المسؤولية للقوة البحرية تقسم إلى منطقة الرئيسيات. خليج العقبة والبحر الميت. خليج العقبة من الساحل حوالي ١٥ ميل بحري. هذا ما يعادل ٢٧ كيلو متر. الميل البحري ١٥٥٢ متر. العرض بمعدل ٣ ميل بحري. طبعا نتشارك فيها مع ٣ دول. مصر، سعودية وإسرائيل. البحر الميت طول الساحل ٣٦ ميل بحري. لكن طبعا طبيعة الواجهة مختلفة تماما ونشوفها بالإجازة في البحر. التنظيم القوة البحرية الملكية تشكل من ٣ مجموعات مقاتلة وآيسية. مجموعة الزواري المقاتلة. مجموعة الضفادر البشرية. وإضافة لمجموعة الإسناد الفني اللي بتدملهم كافة مستويات الإسناد الفني. لدينا طبعا سرية المراقبات البحرية. إضافة لها كتيبة المشاهد البحرية ومركز التدريب البحرية. على مستوى قيارة الوحدة، زي ما نشاهد تلف من ٣ شعار رئيسيين عمليات التدريب القوة البشرية. من أهم مهم القوة البحرية، مهمتنا الرئيسية لاستثمان لإدفاع من ميال الأمريمية والثنية، وفرض السيطرة البحرية وتطبيق القوانين والتشريعات البحرية. نستمر من هذه المهمة أنه قوة بحرية، خفر سواحل، شرطة بحرية، نسميها الانجزي مرتب الهات، الدول الكبيرة اللي عندها سواحل بكون عندها أكثر من جهاز على مستويات مختلفة، نحن هون نمثل جميع هذه الجهاز في البحر. من أهم مواجبات ما اتشاف ومنع المخالفات في المياه الإقليمية وتطبيق القوانين المعتمدة، حماية المرافق المدنية والعسكرية على شاطئ العقلة والبحر الميت، المساعدة في مكابحة الحراق اللي ممكن تشرب البواخر الراسية ضمن خليجي العقبة، ومن أهم الأمثل عليها هذه الصورة اللي نشأتين هذه العبارة بيلا، هذه احترقت عشرين مئة جنوب من مياه الإقليمية، يعني من مياه الإقليمية المصرية، ومع ذلك، نحن كن الفيست رسفوندر والأونلي رسفوندر، وتمكننا من إنقاء وجلاء 1452 روح، فأعدناه إلى هذه القاعدة وتم التعامل مع الحليم، وطبعاً من الباخرة وعدين ترقت، بعد 24 ساعة من الحمل، أعمال الإغاثة في البحر، منع التسلل والتهريب، هذا من أهم الواجبات خاصة مع المنطقة المحيطة فينا، واللي عم بصير بسينة، هو تهديد كبير بالنسبة لنا، ولكن بحمد الله، والفضل يهود طبعاً، جزء كبير منه لنا شاما، اللي دوميه عمدار 24 ساعة، إضافة للأجهزة الحديثة المتوفرة، آخر حال التسلل لشكل صورة الآن، كانت عام 2015، قيام العمليات التفتيش البحري، وحماية السخون العسكرية الزائرة، مثل الآن حالياً، فعلاً سفينتين فرسيات وتراكيات عن مينا عينة، اليوم بودادو، طبعاً، نحن دائماً، نحن دائماً، نحن المينا الوحيدة، باستقبل سخن العسكرية، فهذه الواجب حمايتها، يكون علينا. مثال، الأعداد السخن اللي بتزور، المينا العسكرية، المينا القاعدة البحرية، الزائف 20 سنة الماضية، كان لنا 35 سفينة، بمعدل 3 إلى 5 أيام لكل سفينة، فهذا النظار عن جولة إضافة إلى قوة البحرية. من أعام مواجباتنا، حماية البيئة البحرية، ومنع التلوث، بالمشاركة، أما عن مجتمع البحرية، نحن أعضاء عن لبنة، في البناء ضمن مؤسسات العقبة كاملة، ولكن، دورنا فعال، ونحن نسميه أنه، نحن نبيونير، يعني، فيهمنا بقاعدة أن تكون، بيئية، صديقة البيئة، وإضافة لخليج العقبة كاملة، بسبب الأهمية السياحية. التوفر وسائل السلامة العامة على كل قوارب الصيد والنزهة، التي حكيها أقرنا من سريد المراقبات البحرية، وهذا هو ينذرش تحت واجبات خفر السواحي، فكل الكنترول على كل القطع البحرية، التي في خليج العقبة، نحن نقوم لعمية المراقبات. مكابحة الأنظام البحرية، والمتفجرات تحكي لنا لا سمح الله المجدد، مجموعة الضفادع البشرية، وفرق اليهودي، مدربة وموهرية للتعامل مع أي حرية، سمح الله. مركز التدريب البحري، وهو فريد من نوعه طبعا، هو عبارة عن مركز، ليوفر كافة أنواع التدريب البحري، من السباحة، لغطس، للتدريب على الزوارق، وقال الزوارق، وإضافة الدورات الفنية، لمرتباتنا، والمرتبات القوات المسلحة، إضافة إلى المؤسسات المجتمع المحلي، الموجودة في العقبة، في حال يحتاجون لدراءة سباحة، دراءة منطبية، كلهم يتم عن الطريق. نشوف بس نظرة سريعة على المشاريع الضخمة، الموجودة في منطقة العقبة، المتهممها، اللي هو الـ Red Dead Conduit، زي ما نعرف، البحر الميت، مستوى الليل التبع وفيه تناقص مستمر، هذه بس صورة خلال سنتين، ونشاركين هذا الجتل كان عن البحر، فمستوى نزول، فالآن جاء مشروع قناة البحرين، الآن، يعني، 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 اللي ينقل مياه خليج العقبة، إلى البحر الميت، للمحافظة على مستوى، طبعا، هذا رح يشتكبره، عبارة عن واجب إضافة للقوة البحرية، للعمال، وزراح السير على شاطئ العقبة، الآن، الميناة الرئيسي، الآن سيتم نقله، مع نهايتها، أيار إن شاء الله، رح ينتقل كله، إلى المواري الجديدة، للجنوب من القاعدة البحرية، وحيكون فريو كريشنل، مع نهاية أيار إن شاء الله، فجميع المواري الآن، رح يكون في الميناة الجنوب، زي ما إحنا شايفين، اللي آوت، لكافة المواري الآن، كل اللياتها من الجنوب، من مواري الغاز، والغاز المساري، إلى المواري الصناعية، إلى الملتي بيروس، كل اللياتها رح تكون، باكتش كامل، موجود، على المنطقة الجنوبية، من الشاطئ، هل يتجع طبعا، مرشة زايد، من أكبر المشاريع السياحية، طبعا، هو رح يعمل، موقع الميناة الحالي، رح يكون عبارة عن ميناة السياحي، إضافة إلى المشاريع السياحية، والإسكانية، المشروح، واحد، أي لا بردون، من أكبر المشاريع الموجودة، وهي طبعا، زادت نسبة المسطح المالي، في خليج العقبة، ثلاثة ممية، البرك اللي عملوها، والمارينة، كثيرة المشاهزة، ما قلنا، كثيرة المشاهزة، أصبحت ذراع، رافل للقوة البحرية الملكية، لتنفيذ، وحفظ الأمن والأمان في منطقات العقبة، من هذه الواجبات، نحن نمسك كبحرية، نحن نمسك كبحرية، نحن نمسك في البحر، فكثيرة المشاهزة الآن، هي مساعدة لنا على الشاطئ، حتى تساعدنا في حفظ أمن خليج العقبة، مركز التدريب البحري، زي ما حكينا، هو المركز الفريد من نوعه، على مستوى القوات المسلحة، وفي المنطقة، بقدم العديد من الدورات التدريبية، من الغطس، والسباحة، ومهارات فون البحرية، وقارب زوارق، البحرية التأسيسية، دورات الكوماندوز، لكثيرة المشاهزة البحرية، إضافة طبعا، دورات كمهة الإنجليزية، دورات الحاسوب، ودورات الفنية، ترعب بقوة البحرية، الملكية، دور كبير، في المجتمع المحلي، ضمن منطقة العقبة الاتصالية الخاصة، وقليج العقبة، بشكل رئيسي، من أهم، الأدوار التي نعبها، لدينا تعاون البحث والإنقاذ في البحر، أي معرجات بسيطة في البحر، نحن الذين نقوم على تنظيمها، إجراء فحوصات القيادة، والزوارد، والمنقذين، وكل ياتي بسيطة عن طريقنا، حماية الأرواح والطوارد في البحر، برضو مسؤوليتنا، ومن أهم، الواجبات، أو الأدوار التي نعبها، هي الحماية على البيئة البحرية، كما نعرف، البيئة البحرية، في خليج العقبة، نادرة، وهي مهمة جداً للأردن، لأنها عامل سياحي، وعامل جذب سياحي كبير للسياح، عشان هيك، نشتغل عليها، ومعملينها، من اهتمام كبير، نعطيها، كما نشاهد، لدينا دور ثقافي، تشريعي، برضو، لحماية الشواطئ، والمحبيات البحرية، وتنظيفها بشكل مستمر، والسيطرة على السفن، والقوارب البحرية، فنحن بشكل مستمر، نقوم بعمليات، دور تبقيفي لأبناء الجانعات، والمعاهر على مستوى الممهكة، بزرورنا بشكل دوري، ونطلعهم على أجوابنا، على أهمية خليج العقبة، وإضافة إلى جولات في البحر، أو على المنطقة المسؤولية، الشواطئ والمحميات، برضو، احنا من أهم المشاركين، في كل عمليات، تنظيف الشاطئ، سواء فوق الماء أو تحت الماء، عن طريق الغطاسيين، التابعين لقيادة القوة، وإضافة، أننا نتابع السخن، إنها ما تعمل فيها، لديها، ونمنع التلوث، دور الماء يقصر، برضو، هذا هو الناحى الواجبات، أننا نراقل الناس، لا يهم نفايات المنزوحة، الزوار، ما يكون فيها تسريب زيود، سعر بالنهاية، سعر بإجازة، وتشرفنا ساعتك كريميا، إذا سمعت؟ سيدنا، سيدنا مجرسي، سيدنا مجرسي، سيدنا مجرسي، إذا سمعت؟ شرف كبير، أن يكون لهذا المكان، وهذا الموقف الذي أفخر به اليوم لأنه في مكان خاص يطنبي للقوات المسلحة هذا الإجاز يريد أن يصبح ثقافة لكل إنسان مثل ما تتقفت أنا اليوم بدور القوات المسلحة وهو كثير أكثر من الدور العسكر المعروف أن القوات المسلحة عسكر لحماية الوطن وهذا مهم جدا جدا ودفاع عن الأدوار العسكرية الهامة والكبيرة بس إحنا سمعنا أنه دور اقتصادي دور اجتماعي دور بيئي دور ضغطيفي فإذا هذه المؤسسة هي مؤسسة وليست فقط قوار أسكري هي مؤسسة متكاملة في دورها في خدمة المجتمع وفي كل المسارات هذا يجب أن نحفظ عليه للمواطن اللي يعرف أن هذه القوات تخدم الوطن بكثير أشكال أكثر بكثير يعني حتى بعض الأمر أنا ما كنتش أتخيل أو أسمع أنه هذا تقوم به القوات المسلحة حتى نجي بعد هذه الجاهزة يمكن محطة طلالة ووزان الاتقصاد والفقافة تعمل برامج خاصة يعني هذا الموضوع وممكن حتى الآن نعمل على تطوير محطة لتصبح تلفزيون يعني برنامج مثل هذا أن يغفر بوسائل الإعلام كل هذه الموجودة عنها ليس لأنه دعاية يجب للقوات المسلحة ليس محتاجة القوات المسلحة بس لكي يعرف المواطن دور هذه المؤسسة العظيمة أنا أخذ بعلاقتي مع القوات المسلحة وإحنا نقول بكل اعتزاز هم رؤما نحن المؤسسة الوحيدة التي وقعت اتفاق تعاون ثقافي وعلمي في هذا الوطن مع القوات المسلحة كمؤسسة خاصة هذا فخر كبير وكان لي شرف أنه وقع هذا الاتفاق بباشر فرحات اللي توجد به شأن محبة ورفوة والاحترام ولكن أكثر منه يجب برؤيته رؤيته للمستقبل ورؤيته للتغيير و للتعليم و لضرورة لتعليم الحديد على القوات المسلحة لذلك بدأنا في هذه الحملة لفتح مراكز و الآن أصبح وين لؤيته دائماً بتطلع بذلك الرؤيته مناسب ثلاثمئة معلمة ثلاثمئة معلمة صار رأينا ثلاثمئة مركز معركة منهم على الأقل خمسين في القوات المسلحة خمسين مركز ومئة وخمسين في المنطقة الأخرى من المجتمع من الجامعات من الجمعيات إلى آخرين ولكن هذه المراكز هدفت منها تلات أشياء أولاً محو أمية اللغة الإنجليزية والإنترنت وهذا قرار اتفج في قمة عربية لأن يكون هذا العقب هذه العشر سنوات عقب محو الأمية من لا يدفن استعمال الكمبيوتر واللغة الإنجليزية هو أمي بمفهوم القادة وبمفهوم اللجنة الفريق اللي يشكر من القادة واللي نحن كمجموعة طلالة ووزارة أعضاء في هذا الفريق بالتضافة إلى الحكومات العربية ووزارة ممثلة لوزارات التعليم ونحن صدنا بهذا الفريق بهذا المشروع برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية للحصول على شهادة كيمبرج في اللغة الإنجليزية مش ممكن ومش مقبول أن يكون أي مواطن مش أي مواطن لا يستطيع أن يتعامل من اللغة الإنجليزية في شهادة إشارة الإنجليزية نداء الإنجليزي لا نستطيع أن نستطيع أن يكون مدد ضروري أن نفتن اللغة الإنجليزية والشهادة هذه من يحصل عليها وهي شهادة بسيطة هي بسيطة أساسية في منها ست رتب نحن نرسل أم نقول الرتبة الأولى المعركة الأساسية للغة يحصل على شهادة من جامعة كيمبرج البريطانية في اعتبارنا نحن مركز الامتحان المعدمة لهذه الشهادة الموضوع الثاني هو افتعمال الهنجليزية لغة التخاطب الآن هي لغة الإنجليزية لم يحصل على التخاطب بأي أسلوب آخر أصبحت في دوليا إفاس التعامل فيها هو هذا المحيط لإسم الإنجليزية والذي أنا كانت من السرافي أن ألحظ فريق الأمم المتحدة الذي وضع سياسة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم فريد أن أكون رئيس الـ IZD Task Force عام 2001 ووضعنا استراتيجية الحديقة لتورة المعرفة الآن سنتقل إلى تورة جيدة هذا الآن ما أريد أن أقوله نحن نريد الأسلاح الأساسي وهو المعرفة الرقمية والمعرفة اللغولية الإنجليزية لأننا نقبلين على عالم مختلفة من العالم المعيشة الدول والعالم متجر من الدولة المبينية إلى الدولة الإبداعية الإبداع سيصبح هو واجب الدولة مش تدير شؤون المجتمع ولا تعمل أي قرارات حكومية يعني الحكومة دورها أن تتخلق بيئة الإبداع لكل إنسان من هنا جاء قرار الرئيس الهيئة المشتركة للأركان القوات المسلحة بأن ينشئ معنا مجلس التشرف برئاسته مجلس المشترك بين القوات المسلحة والقلال الوزارة المجلس المشترك للإبداع الآن إنشأنا هذا المجلس وهو فيه كفاءات من القوات ومن مؤسستنا لنعمل سويا لكيفية خلق حاضنة للإختراعات للقوات المسلحة القوات المسلحة في دور العالم هي المصدر الأساسي للإختراعات في أمريكا الإنترنت نفسه اختراع عسكر قامت به القوات المسلحة والمخابرات الأمريكية وزارة الدفاع أساساً وزارة الدفاع الأمريكية وهي ما زالت وزارة الدفاع هي التي تملك الإنترنت يمكن كثير من الناس ما تعرف أن الإنترنت هو طبعاً مملوك في أمريكا ولكن مملوك لوزارة الدفاع في أمريكا وفوضت وزارة التجارة بعمل اتفاقيات لإدارة الإنترنت ولكن الملكية هي بوزارة الدفاع الإنترنت هي نظام أمريكو وزارة الدفاع اللي هو الأساس للمعرفة وأساس الثورة المعرفية اللي إحنا بدأناها الآن ستنتقل لتصبح تغير كل شيء لحياة أنا أقول أن أنا يجب أن أفكر أنا أحل كل مشاكلة ومش اختراع مني هذا هذا الواقع كل مشاكلة الاقتصادية الاجتماعية البطالة العجز في الميزانية كل كل ما عندنا المشاكل فهل بأن يصلح هذا الوطن مجتمع معرفي وبما أن الأحسن مدرسة في كل الدنيا هي المدرسة العسكرية الانضباط اللي عندكم الاحترام للأنظمة والقوانين التنفيذ مش بس كلام حنا في مجتمعنا الغير العسكري كتير حكي وتنفيذ كتير مرضات أليم العسكريون ترفع لهم كل الاحترام لأنهم ينفذ وكلمة الأمر كتير حلوة أمر عسكري شو في أحلم منهين كان يصدر أمر وأن ننفذ هذه الدنيا العسكرية هي مدرسة لثقافة النظام والإنجاج والإنتاج المجتمع الذي نتكلم عنه مجتمع يعمل كل ما فيه بالإنترنت كما الجهاز العصبي في جسم الإنسان 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 هذا المستقبل نقدر نبحث حلو ومش حلو جيد ومش جيد وكي يخلي الشعراء يجتمعوا ويبحثوا إذا الجن هنوث ولا ذكور ما فيش موجده ولكن الحقيقة أن العالم متجه لهذا التوجه حيث أن الأدوات والإنسان سيصبحوا مجتمع واحد يعني أنا سأتعامل مع هذا الكمبيوتر في حياة الأعمالية مش أنا الشباب أنتو لأنه أنا أبصر عملي 80 ثاني أنا كل يوم الصبح أشكر الله أني للساعاتان يوم جديد بونس في عمري فأدو كشباب هذي يوم هذا تتعامل معه أكثر ما تتعامل مع بعض وأكثر ما تتعامل مع أهلكم كويس موضوع يعني حتى مرة كنت عن طلقي محاضرة عن هذا الموضوع وكيف أنه الجامعات رح يتغي الكامبس بيها رح يتغي الصفوف تتعامل أشعر أنك الأمر كامل عندك كل الأنواع المشار نقي على كيف هذا المستقبل وأحد أدوات هذا التحول هو ما يسمى ذكاء الاصدماعي لذلك نحن أنجزنا في المجموعة الآن الترتيبات للإنشاء كلية عن دراسات المستقبل وأحدها جوانبها الأساسية وربما يكون الجانب الأساسي الذي سيغير العالم هو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ليس فقط مع تحويل الأجهزة التي تصبح ذكية كالإنسان مثل الروبوت أو مثل الأشياء اللي نشوفها البسيطة السمسور إنه السيارة لما ترجع عبما تقرب على الحيب تصير تعطيك إشارة هذا الذكاء استماعي في السيارة عند ذكاء إحنا ركبنا فيه سيأتي يوم هذا الذكاء سيصبح فيه قدرة للتطوير الذاتي ولذلك في فريق في جامعة كيمبرج الآن يرأس مشروع اسمه ترمينيتر ليمنع يوم اللي يصبح فيه الروبوت قادرون أن يسيطروا على العالم لأنه أنت تعطي ذكاء استماعي هذا الذكاء الاصطناعي اللي أعطيني يا أنا كماكنة سيعطيني قدرة أن أطور نفسي وأطور ذكائي ويصبح الجهاز سلاح مثلاً اللي إحنا نسميه سمارت ويصبح ذكاؤه أقوي ليقرر هو متى يطلق مش متل ما انت برمشك وهذا قادر مش يعني مش عم نحكي خط خيالي الذكاء الاصطناعي وإحنا عم نتاعمة بس نعمل للموذج هذا الرجل اللي اسمه الجواد العناني اللي لما أترافق معه بقؤماً لنظرية الذكاء الاصطناعي اللي إحنا بوا سبقه لأنه في عنده إحنا بنقول الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغيير اللسان اللي يصبح ذاكلته كذاكلة الكمبيوتر الكمبيوتر بإحضر معلومات بالملايين من الداتا ملايين الإنسان سيصبح كذلك بفضل ذكاء الاصطناعي سيصبح عقلي عقل الإنسان سيصبح عقل الإنسان قادر أن يحتوي داتا بالملايين سيكون عنده قدرة على سرعة استخراج الداتا كالكمبيوتر تكبس بطلع المعلومة هكذا يصبح عقلنا بس جواب بيك سبق هذا الموضور وصر صر الردي هو نموذج الدكاء الاصطناعي في الإنسان أنا المذرافته أتمطع وأتعلم منه كثيرا من المعلومات اللي ما شاء الله مخزنها في ذاكرته المبدعة وأنا أحد أسباب رفوتي إلى أخي أتعلم وأستفيد منها لذلك أقول نحن أمام عالم أنا هنا اليوم إذا كان هذا اليوم بالنسبة لي اليوم سعيد جدا أنه في قواتنا المسمح اللي هي رمزنا وفخرنا واعتزازنا أن يكون هذا اليوم لنا شرف أن نفتتح مركز أنا مبسوط أن هذا الجهاز من أحد إنتاجنا على فكرة هذا هو الكمبيوتر الوحيد الذي هو من تصميم ومن جهاز مجموعة يعني إحنا يمكننا ثلاثين في العالم إنه مش شركة مش شركة مش شغلتنا هاي ولكن أنجزنا هذا الجهاز وصنعنا كما تصنع كل شركة في الصين في حالة في كوريا فبالنسبة لنا نحن فخرون لأن يكون لنا هذا المركز في هذا المكان العظيم وأنا غنحمي أمام القوات المسلحة لأنها بالنسبة لي هي تحمي هي تحرسني هي ضماني هي أماني وأنتم تصحروا علي وتحموني وأنتم تخدموني في كل ما ينزمني في حياتي باشا أنا أذكر أشكرك جدا أن تحت لنا فرصة أن نكون هنا وأن نفخر بشراكتنا معك سيدي ألف شكر على هذا التكريم كرمتنا بالوجود معك وكرمتنا بأن نكون في هذا المكان مع أبنائي وأحفادي أنا أبنائي أكبر منهم أحفادي ثلاث منهم تخرجوا لنا الجامع أحفادي ليش أولادهم بسمحوا لي أسميكم أحفادي لأنني أفخر بكم كما أفخر بأحفادي بارك الله فيكم أحفادي 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 هناك لا يدعون أحفادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة